برح في الحقيقة كان فيه مشهد جميل قوي في احتفالية المرأة المصرية تم عرض فيلم تسجيلي عن السيدة مكة عبدالإله أكبر رائدة ريفية في مصر واللي قدمت نموذج مولهم ومهم للعمل والإصرار والعزيمة طول مشوارها الخدمي اللي بتقدمه كرامها برح السيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي وهي معينا دلوقتي من ورانا عبر التليفون صباح الخير على حضرتك من ورانا صباح الخير يا مصر صباح نوم يعني أستاذة مكة شفتي إزاي الفيلم اللي تم عرضه لحضرتك مبارح في الاحتفالية التكريم المرأة المصرية أبواب مكة فيلم أبواب مكة أيوة يا فن اتعارب مبارح والناس كلها أعجبت بالفيلم وأعجبت بي أنا شخصية إزاي وصلت كده إزاي عملت كده والعمل اللي عملته أنا ده جزاني بين ربنا عشان أنا بأخدم النعم وربنا خدمني في الأنت دي ربنا ديك صحة استمكة قلت إيه للريس لما وقفت معا قلت له إيه قلت له لما عرض الفيلم وقلت له يا ريس قلت له أنت مقلتش حدا على الفيلم وقال لي أنا حتكلم لسه يا حج مكة وقال لي خلاص قلت له أنا جايه لك قال لي لا أنا اللي عديتي ونزل جاء سلم علي أول ما شفته قلت له أنا أول مرة أحس بالسعادة أول مرة أحس نفسي أني أنا إنسان أعايش على الأرض عشان قلت له عشان سلمت علي وشفتك وبعدين قلت له أنا عايزة أروح عندك في القصر قال لي ماشي تعالي يا حج مكة تعالي قلت له يمكن حدي يحترض لي وقل لي ما تخشيش لو قالوا قالوني كده لما أجي عندك هيبقى فيها كلام تاني وبقى بقيت حد ويبزق يا حج مكة قلت له كده ده أنت ستة عظيمة يعني إيه وجوده يتكلم معا يعني وامبسط بعدين بيقولوني إيه شعورك قلت له مشعوري أني أنا أتولدت من جديد لما سلمت علي الرئيس طيب حج مكة شايفة إزاي بقى اللي قدمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للستة المصرية جد مني كل حاجة وهو بيهتم بالستة المصرية لأن الستة المصرية هي بتسهل كل خير هي الأم هي الأخ هي الزوجة وهي العم هي الخالة يعني سلاحة الستة المصرية دي والمرأة المصرية أقوى وأقوى وهذه تبقى أقوى من كده حتى الرجال بقولوا الرئيس غوروا الستة علينا الستات هم اللي يستقلوا كل خير ربنا أديك صحة استماكة طيب إحنا عايزين نعرف أنت بقالك 33 سنة شغالة في العمل التطوعي هدف كله هو توعية المرأة أنا عايز أبدأ مع حضرتك المشوار من الأول وإيه اللي خلاك تعملي كده يعني بحسب ما شفت حضرتك اتبرعتي بجزء من بيتك عشان تعملي بيه مشغل أيوة أيوة صح داتي كاتل أول ما جات تقمية المرأة الريفية هي جات نزل عندنا عندنا وحدة اجتماعية وراحوا نزلوا هنا دولة عايزين نأمل تقمية المرأة الريفية تمام قالوا لهم خلاص ماشي أجمع علينا بقان ما حدش ربا يدي بقان فأنا قالوا فيه وحدة اسمها الحجة مكة في العدوى هي تخلش تلمية تمشي وجوء أنا كنت ضرعق منبو وقابلني الرئيس الوحدة ووقف العربية ووقفت ونحن نرقب قال لي يا حجة تعرفي وحدة اسمها مكة هنا كله لا ما بنعرف عال بعدين قال لي ازاي دي في العدوى عندكم والستة اللي معي عليته لا هي الحجة مكة بأين هاجة هي دي هم هي هي دي الحجة مكة بتتحك عليك قال دلوقتي والله اجمع مياحتين ده عنامشي وإن شاء الله أنا حاجة عندك بكرة الصدر قلت لي تعال دي عاندي في البيت أول ما جاء دخلته وقالي اجتمي اسمك أنا القرص حتى كتب بعدين في الرملة كانوا قلت قاد بمكة عبدالإلاء عبدالمولة أحمد رح قال لي يبقى كتب تنمية المرأة الريفية كتب تنمية المرأة الريفية قال لي ايه رأيك احنا نخدك احنا عارفين مشروع تنمية المرأة الريفية زي ما قلتلك عايزين بنات يبقوا رائدات ريفية قلت له خلاص أنا حجمع لك البنات وعايزين نعمل مسخل قلت لي احنا من ثمانين ان الحجات دي تبقى عنده في البلد وعلى طول روح مشاق روحة كرم الدين روحة منيحة روحة أجليد الرغامة قلت لهم يا بنات هي تنمية المرأة الريفية ايه رأيكم عادي رائدات ريفية بنات تشتغل ده خلاص احنا جبحت اثنين من منيحة واثنين من كرم الدين واثنين من العدوى واثنين من الرغامة احنا مبسوطين بك ومبسوطين بفرحاتك يا حجة مكة وبنشكرك على التليفون الجميل ده كل شكر لك السيدة مكة عبدالإله اكبر رائدة ريفية في مصر